مرحبا ويعطيكم العافية جميعا وإن شاء الله تكونوا بخير وسلامة اليوم رح نحكي عن انتشار اللغة الإنجليزية عالميا ومجالات استخدامها يعني اليوم رح نتعرف عن اللغة الإنجليزية بشكل معرفي كمعلومات معلومات عن اللغة الإنجليزية انتشارها ومجالات استخدامها يعني درس اليوم ما هو تعلم لغة بقدر ما هو يتعرف على هذه اللغة يعني أنا بشابهم بمثل بمثل مشروع الزواج يعني لما الشاب بده يتجوز أو بد بده تجوز لازم يتعرفوا على بعض بعضين يتجوزوا مثال حلو ما هيك طبعا المهم يعني هالفيديو رح يطول ربما ما يطول شويشي 9-10 دقائق لذلك خليكم هيك صبورين لذلك إذا كنت عبان نفسيا جسديا أو مشغول بالأو عاطفيا أو مشغول بشيء آخر لذلك ارجعته بهذا الدرس لما تكون بحالة أفضل يعني بدي يكن هيك مركزين وريقين لنحكي سوا ونتعلم سوا درس اليوم درس مفيد وغني بالمعلومات يعني المعلومات اللي رح تسمعها هي حقائق عن اللغة الإنجليزية فيك تحكي هاي المعلومات اليوم رح ناخد عن تكست إنجليزية بريطانية رح نسمعه بعدين رح نترجمه مقطع مقطع وخلي نبلج سوا بكل رواق وإيجابية درس هام يمتعوني المترجم للقناة 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 رح أذكر باختصار النقاط المهمة اللي مرينا فيها خلينا نبدأ بالمقطع الأول كانت الإنجليزية لغة الناس ذوء السلطة واليوم هي لغة عالمية وهي لغة مشتركة للتواصل عبر العالم الإنجليزية تعطي السلطة للأشخاص الذين يتقنونها معرفة اللغة الإنجليزية هي مهارة مهمة والتي يمكن أن تؤدي إلى فرص عمل أفضل ومستوى معيشي أعلى المقطع الثاني الإنجليزية هي اللغة الأكثر انتشارا في العالم هناك المزيد من الناطقين باللغة الصينية والإسبانية لكن الإنجليزية هي الأكثر شيوعا في جميع أنحاء العالم من الصعب تحديد عدد المتحدثين باللغة الإنجليزية ذلك يعتمد أو يعتمد العدد على كيفية تعريفنا لكلمة لغة وما نعتبره إنجليزية فهل الجامايكية كريل تعتبر إنجليزية أو لا وكذلك يعتمد على فمن نعتبرهم كمتحدثين بالإنجليزية ملاحظة صغيرة في جامايكا يتكلمون لغتين هي اللغة الإنجليزية المعروفة واللغة ثانية اسمها الكريل ففي ناس بتعتبر اللغة الكريل إنجليزية وفي ناس ما بتعتبرها إنجليزية منكمل المقطع الثالث هناك المزيد أو أكثر من الناس الذين يستخدمون الإنجليزية كلغة ثانية أو ثالثة من الناطقين بها كلغة أم يوجد ما بين 335 و 430 مليون ناطق باللغة الإنجليزية كلغة أم كلغة أم بالإضافة إلى ذلك وربما يكون هناك أكثر من 500 مليون من الذين يتكلمونها كلغة ثانية ثم يوجد كل أولئك الذين يستطيعون بعض الإنجليزية النقطة من هاي التكست أنه عدد الناطقين باللغة الإنجليزية كلغة أم أقل من عدد الناطقين باللغة الإنجليزية كلغة ثانية أو ثالثة ننتقل على المقطع اللي بعده English is the primary language in only six major countries the USA, Canada, the UK, Ireland, Australia and New Zealand It is also the primary language in some smaller countries especially in the Caribbean It is an official language in many countries for instance India and South Africa الإنجليزية هي اللغة الأساسية في ستة بلدان رئيسية رئيسية بمعنى كبيرة فقط وهي الولايات المتحدة الأمريكية كنادا المملكة المتحدة البريطانية إيرلاندا وأستراليا ونيوزيلاندا كما أنها اللغة الأساسية في بعض البلدان الصغيرة خاصة في منطقة البحر الكاريبي وهي اللغة رسمية في العديد من البلدان على سبيل المثال لا الحصر طبعا على سبيل المثال الهند وجنوب أفريقيا ملاحظة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لا أصبح يقول أمريكا لأن أمريكا هي قارة لازم دائما تقول الولايات المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة البحر الكاريبي هي بحر يقع على شواطئها العديد من المدن وهي تقع بين الشمالية أمريكا الشمالية تضمى كندا والأولاد المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية تضم عديد من الدول من المهم أنك تروا على الجوجل ماب تبحث عن البحر الكاريبي ومنطقة البحر الكاريبي ونكمل المقطع الذي بعده English is also a global language because it is a lingua franca a language used for communication between people who speak different languages In India, for instance, most people do not speak English but English is the most common lingua franca It is also used in higher education and in the media in the central government and in commerce Knowledge of English can be a ticket out of poverty الإنجليزية هي أيضاً لغة عالمية لأنها لغة مشتركة lingua franca شو هي اللغة المشتركة؟ هي اللغة تستخدم للتواصل بين الناس الذين يتحدثون اللغات مختلفة في الهند على سبيل المثال معظم الناس لا يتحدثون الإنجليزية لكن الإنجليزية هي اللغة المشتركة lingua franca كما أنها مستخدمة في التعليم العالي وفي وسائل الإعلام وفي الحكومة المركزية طبعاً هذا في الهند معرفة الإنجليزية يمكن أن تكون تذكرة للخروج من الفقر ملاحظة lingua franca هي مصطلح إيطالي بمعنى اللغة مشتركة مثال إذا فيه دولة مثلاً الهند فيها العديد من اللغات فشو عملوا هدولي؟ خلوا اللغة الإنجليزية هي اللغة المشتركة ربما يكون نتيجة خلافة فاتفقوا على أنه يجعل اللغة الإنجليزية لغة مشتركة بين الجميع فأصبحت lingua franca بنروح المقطع اللي بعده مقطع هام معرفة الإنجليزية English is the language of international communication in many fields Some examples are The United Nations and most other international organisations Air traffic control Diplomacy together with French Science and technology Business and finance Computing and the internet Travel and tourism The entertainment and film industries Popular music Sports الإنجليزية هي لغة التواصل الدولي في العديد من المجالات بعض الأمثلة تكون الأمم المتحدة ومعظم المنظمات الدولية الأخرى الدبلوماسية بالإضافة للغة الفرنسية مع الفرنسية العلوم والتكنولوجيا الأعمال التجارية والمالية الحوسبة والإنترنت السياحة والسفر صناعة الترفيه والأفلام الموسيقى الشعبية الرياضات طبعاً صناعة الترفيه الترفيه هي المسارح والأمسيات الموسيقية والشعرية والمهرجانات هاي اسمها صناعة الترفيه والأفلام معروفة ننتقل على الخاتمة The use of English as a lingua franca in so many fields gives the language and the people who master it even more power It strengthens the position of English as a global language Lingua franca لا تنسوا الجملة المصطلح Lingua franca استخدام الإنجليزية كلغة مشتركة في العديد من المجالات يعطي اللغة والأشخاص الذين يتقنونها قوة أكبر إنها تقوي مكانة الإنجليزية كاللغة العالمية هيك بنتهينا من الاستماع إلى هذا النص ونتهينا من ترجمته رح نذكر بعض النقاط الرئيسية اللي وردت واللي لازم نحتفظ فيها كمعلومات ونستخدمها بعدين لما بيصير كلام عن اللغة الإنجليزية أهم النقاط هي اللي مرت معنا يعني هي الإنجليزية لغة أصحاب القوة والسلطة وهي لغة عالمية معرفة اللغة الإنجليزية مهارة مهمة في مجال العمل والحصول على مستوى معيشة أفضل عدد الناطقين بالصينية والإسبانية أكثر من عدد الناطقين بالإنجليزية رغم ذلك الإنجليزية هي الأكثر شيوعا في جميع أنحاء العالم عدد الناطقين بالإنجليزية كلغة ثانية أو ثالثة أكبر وأكثر من الناطقين باللغة الإنجليزية كلغة أم عدد الناطقين بالإنجليزية ما بين 335 إلى 430 مليون نسمة طبعا كلغة أم يعني وسطيا شيء 400 مليون في الحين أن عدد الناطقين باللغة الإنجليزية كلغة ثانية يفوق 500 مليون يفوق 500 مليون ذكرنا البلدان الرئيسية الكبيرة التي لغتها الرئيسية هي اللغة الإنجليزية ولاية المتحدة الأمريكية المملكة المتحدة البريطانية كندا أستراليا نيوزيلاندا وذكرنا أن الإنجليزية هي وهي مصطلح إيطالي تعني اللغة المشتركة بين مجموعة من الأشخاص تخيلوا مثلا مجموعة من الطلاب من دول مختلفة يقعدوا السواء حتى يتناقشوا عن موضوع ما فشو هي اللغة المشتركة بينهم جميعا على الأغلب والأرجح 99% ستكون اللغة الإنجليزية طبعا هذه هي الأسباب الذي أعطتها مكانة قوية على مستوى العالم في الفيديو القادم سنحكي عن اللغة الإنجليزية ومقوتها من حيث الخلفية الاستعمارية لها خلفية الاستعمارية يعني الاستعمار البريطاني والاستعمار الامبريالية الأمريكية ومصطلحات كبيرة يعني بس كيلها الدور الرئيسي في انتشار اللغة الإنجليزية كاللغة العالمية وليس جودة اللغة الإنجليزية وقدرتها التعبيرية هي سبب انتشار اللغة الإنجليزية بل القوة القوة هي سبب انتشار اللغة الإجليزية ونصيحتي للجميع تسمع مرة و مرتين أو ثلاثة تستخلص من المعلومات الأساسية وتحفظها خزنها عندك معلومات هي مستخدمة في المدارس الثانوية في النرويج في معلومات مهمة تخليها عندك استخلصها بأسلوبك الخاص وبالنسبة للأشخاص الشباب بالمرحلة الإعدادية والثانوية افتحها على جوجل مابس ابحث عن موقع الجغرافي للولايات المتحدة الأمريكية الموقع الجغرافي لمنطقة البحر الكاريبي المملكة المتحدة البريطانية حتى تعرف شو هي الدول اللي تتكلم اللغة الإنجليزية وعمل لك جولة هيك بهال بهالبلدان هدولة هيك عن طريق الجوجل ماب فيه خاصية فيها يعني كأنك عم تزور على النت وخليكم صابورين الصبر ثم الصبر لغة الإنجليزية تحتاج للصبر وجهد ذاتي يعني نسبة كبيرة تقع على عاثقك على عاثقك كما يقول بالعربي على عاثقك صبر ثم الصبر وخليك دائما هيك نشيط صبر ثم الصبر وتصبح على خير بما أن الدنيا النمسة باي باي أعطيكم ألف عافية